السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي الطلبة في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم أن الأستاذ أحمد الطيف في طرح نموذج لسؤال قصير في الاستماع مواجه لطلبة الصف الثامن الفصل الثاني منهج سلطنة عمان قبل الشروع في الاستماع للنص المقترح علينا أن نلقي نظرة عن الأسئلة المصاحبة وذلك قصد توجيه عملية الاستماع لإيجاد أجوبة لهذه الأسئلة نشرع بقراءة الأسئلة اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطات إذن سيقدم لنا سؤالا ثم سيقدم لنا بدائل وسأختار الإجابة الصحيحة من بين هذه المقترحات يتحدث النص عن تعريف الخفاش وبعض خصائصه ضرورة قتل الخفافيش تكاثر الخفافيش ثانيا الخفاش حيوان رخوي فقري لا فقري تنام الخفافيش رأسها إلى أعلى مقلوبة على الجانب الأيسر ما لا يأكله الخفاش الثمار الحشرات أم العسل كيف يستطيع الخفاش الطيران دون الاستدام بالأشياء؟ هذا السؤال الثاني سنجيب عنه طبعا من النص الذي سنستمع إليه كيف يستطيع الخفاش الطيران دون الاستدام بالأشياء؟ السؤال الثالث والأخير تعتبر الخفافيش مصاصة الدماء خطرا على الإنسان وضح ذلك قمنا بالاطلاع إذن عن الأسئلة الآن سنقوم بالاستماع للنص المقترحي ونحاول إيجاد أجوبة لهذه الأسئلة في عملية الاستماع الأولى وفي عملية الاستماع الثانية نصحح إجابتنا إذن نشرع بعملية الاستماع الخفاش الحيوان الطائر إن الخفاش حيوان فقري يغطي جسمه فراء ناعم له أجنحة جلدية تتكون من غشائين رقيقين وتعد الخفافيش من الحيوانات الفدية لأنها تلد وترضع صغارها تأكل الخفافيش الفواكه وبعضها الآخر يقتات على الحشرات ويمتص الدماء ومنها دماء البشر مما يشكل خطرا رهيبا على صحة الإنسان بسبب انتشار الأمراض المعدية تعيش الخفافيش في المناطق المعتدلة والحارة ولا تخرج أثناء النهار وإنما تقضي نهارها نائمة في الكهوف معلقة بأطرافها ومقلوبة رأسا على عقب إن الخفافيش ليس أعما كليا لكنه يملك عيونا صغيرة بالكاد ترى تمنعها من الرؤية ليلا ورغم ذلك تطير ولا تصطدم بشيء فما سر ذلك؟ إن الخفاشة يصدر أصوات حادة لا يسمعها الإنسان تسمى بالترددات فتنعكس على الأشياء مما يسمح لها بتحديد المسافات وتبين الأجسام والصياد الفرائس دون أن تصطدم بشيء نعيد القراءة لمرة ثانية فأحسن الاستماع لكي تجد أجوبة لهذه الأسئلة الخفاش الحيوان الطائر إن الخفاش حيوان فقري يغطي جسمه فراء ناعم وله أجنحة جلدية تتكون من غشائين رقيقين وتعد الخفافيش من الحيوانات الثدية لأنها تلد وترضع صغارها تأكل الخفافيش الفواكهة وبعضها الآخر يقتات على الحشرات ويمتص الدماء ومنها دماء البشر مما يشكل خطرا رهيبا على صحة الإنسان بسبب انتشار الأمراض المعدية تعيش الخفافيش في المناطق المعتدلة والحارة ولا تخرج أثناء النهار وإنما تقضي نهارها نائمة في الكهوف معلقة بأطرافها ومقلوبة رأسا على عقب إن الخفاش ليس أعمى كليا لكنه يملك عيونا صغيرة بالكاد ترى تمنعها من الرؤية ليلا ورغم ذلك تطير ولا تصطدم بشيء فما سر ذلك إن الخفاش يصدر أصوات حادة لا يسمعها الإنسان تسمى بالترددات فتنعكس على الأشياء مما يسمح لها بتحديد المسافات وتبين الأجسام واستياد الفرائس دون أن تصطدم بشيء انتهى هذا النص